السلام عليكم البشمانتسين. هتكلم النهاردة عن السمامات. قبل ما نتكلم عن اي حاجة فيش رايت حاجات عاوزة انبه عليها. اول حاجة هو احنا مفروض خلاص احنا مش هنزود نظري تاني في المنهج. اهم حاجة تركزوا عليها اللي تشرحت في اخر محاضرة. عشان دي مهمة جدا جدا يعني. وفرش الحمامات. اه اللي احنا برضو جربناه في السكشن اه اخر سكشن برضو. اه اللي هنتكلم عنه النهاردة السمامات هنتكلم عنها خليني نقول بشكل سريع شوية. هو مش هنزود اي حاجة عن اللي تقلت قبل كده. ممكن تعتبروها مراجعة. اه بس عشان لما تيجي تذكري الموضوع القلطف يعني. اه حاولت ان انا بخص الموضوع بشكل تاني غير اللي موجود في الورق. اعتقد في زمالكم مش هارفة نزل على الجروب ولا لأ بس اه اتصور قبل كده حاجة شبه كده. اه هنتكلم النهاردة عن انواع السمامات مش باختصار شوية. وعن اه الاسئلة بتاعتها اه النظري برضو اللي هتتسئله فيه ان شاء الله في الامتحان. اه مش هيخرج اه عن الاسئلات اللي في الشيط. اه بس النهاردة هنتكلم عن انواع السمامات. اه محتاج تعرف ايه في السمامات اصلا يعني جزء السمامات كله عشان تقول انا خلاص ذاكرته. اه محتاج تبقى عارف ايه. محتاج تبقى عارف اه يعني استخدام المحابس ايه. اه اشتراتات العمل تركبها ايه. والانواع بتاعتها كل نوع بتبقى عارف اه بيتركب فين. اه في حاجات ممكن يقولك ميزة وعيب. في حاجات اه قيل لك الاشتراتات بتاعتها هي مخصوص ايه. اه تبقى عارف بس الحاجات دي وخلاص لو لقيت نفسك عارف ان انت تجاوب الحاجات دي بعد ما تخلص. خلاص يبقى انت كده ذاكرت الجزء ده كويس. اه بس انواع السمامات بقى. السمامة البوابة او الجيت فولف. محتاج تبقى عارف عنه نقطتين. اه انها محبس برونز او 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 زهر والقلب بتاعها بيكون برونز. اه علشان تقول ان انت زبطت الجودة بتاعته محتاج تتأكد من حاجتين. زبط الجودة في التركيب ان اتجاه القفل يكون اه القفل والفتح يكون رأسي. اه يعني ايه اتجاه القفل والفتح رأسي? يعني لو انا عندي دي المصورة المصورة انا شايفاها وقفة وركبت مثلا الفالب هنا في السكينة بتاعته وتبقى طالعة كده. يا تقفل كده يعني لو هي كده هيبقى مفتوح لو هو الفولف كده هيبقى مقفولة انه الجيت او البوابة هتكون سدة اتجاه المية مسلا لو اتجاه المية ماشي كده. تمام? اه فده معانا ان انا لما هحركه او لما هحيب بقفله اما هفتح يعني هيبقى الاتجاه رأسي. مش قفطي. تمام? تمام. اه لو اه لو هحتاج ان انا ازبط الجودة اه في الاستعمال او اعرف منين هو ركبته مزبوط او يعني اتركب مزبوط ولا لأ. ان زي ما اتفقنا ان احنا بنعملوا الخط تدريجي بعد ما اركبه عشان الهوى يخرج. لان انا المفروض المفروض يعني ان الشبكة بتاعتي ما يبقاش فيها هوا. تمام? اه فيه نوع تاني اللي هو او السمامة المرتد او الرداخ. اه ده بيمنع المية من الرجوع في اتجاه العكس. يعني ايه? يعني انا بكون بعد خلاص انا صممت الشبكة بتاعتي وعايزة المية تكون اه ماشية في اتجاه معين. اه لو فيه احتمالية ان المية ترجع وده في الغالب وارد انا بكون خايف على حاجة مثلا زي ما ينفعش ان المية ترجع عليها. تخرج منها بس لان لو رجعت هتتحارق. فانا بحط ده بعديها. بيبقى عبارة عن حاجة شكلها ايه? المية طول بتبقى حاجة بالمنظر ده. المية طول ما هي ماشية كده فهي بتزوء الجيت دي تعملها كده فالمية بتقدر تعدي. طيب. المية بقى لو رجعت في الاتجاه ده لما تيجي تزوء الجيت كده المية الجيت مش هتفتح. فالمية بالتالي مش هتعدي في الاتجاه المعاكس. تمام? طيب. اه ايه اللي انت مفروض تعرفه عنه? مفروض تبقى عارف وظيفته. انواعه في نوعين. في نوع اسمه زنبوركي. ده بيتركب في المواصير الرأسية والنوع المرتد بيتركب في المواصير الافقية. اه مش هينفع ان انت تاخد ده وتركبه في ده او ده وتركبه في ده لانه مش هيقوم بنفس وظيفته. بيكون مختلفين يعني هما من جوة تكوينهم مختلف. بس الاتنين بيقوموا بنفس الوظيفة لو اتحط كل واحد في مكانه. اه مكان التركيب اه او اماكن التركيب بركبه فين? وحدات الرفع اللي هي زي ما قلنا بيتحط بعد بعد التلمبات على طول علشان انا امنع المية ترجع تحرق لي التلمبة. اه اي مصار اه مفروض المية فيه تمشي في اتجاه واحد. اه او وصلات التغذية الرأسية بعد الشبكة العمومية. ليه? لان هي وصلات التغذية الرأسية المية عشان تطلع برضو بيتركب قبلها بومب. فلازم احمي البومب بتاعتي بان انا احطه معديها. تمام? اه ايه الاشتراطات التركيب السمامة المرتد? اه لازم اتأكد ان السريان السائل هو نفسه اتجاه السهم لهذا السمام. يعني ايه? يعني اخد بالي السمام اللي انا هركبه ده. زي ما قلنا وانا بركبه لو انا ركبته بالمقلوب فانا كده بواسط الدنيا. تمام? انا كده منعت حاجة مش المفروض انها تتمنع. اه لازم اتأكد كونه ان هو يقفل ويفتح ببطء. يعني ايه يقفل ويفتح ببطء? يعني هو لو لو اقفل وفتح بسرعة هيكون لي ضغط فرق ضغط بسرعة في الشبكة. ممكن حاجات اه المواثير والفتنجز اللي انا مركباها ما تستحملهاش. فبالتالي لازم اتأكد ان هو بيقفل ويفتح اه بالراحة. اه ولازم اتأكد بورد ان هو ما بيقصرش على سرعة المية. يعني ايه? اه يعني انا المفروض لما بركبه زي ما اتفقنا انه ده ما بيعني خلينا نقول ان هو انا مش باستخدمه في ان انا هتحكم في كمية المية اللي رخلة ولطلعت ايه? تمام? هو بس لو المية عدت من هنا يعديها لو رجعت هنا يقفلها. عدت بكمية قليلة ولا لأ مش فارق معي. او مش ده اللي انا بحطه عشان يتحكم في ده. اه فبالتالي لو هو اثرلي على سرعة المية فهو بيعمل لي زيادة. انا مش يعني خلينا نقول ان هي ملهاش لازمة. فبالتالي لما احطه احاول ان انا قراعي حجمه اللي هيتركب فيه على المصورة بحيس ان هو ما يقلل ليش سرعة المية قوي او ما يزودهاش قوي. يعني يخلي كل حاجة قدر الامكان زي ما هي عشان نقلل. زي ما اتفقنا ان اي حاجة المفروض تتركب تتركب في مكانها يعني الزنبوركي ده يتركب في الرأسي فعلا والمرتد ده يتركب في الافقي فعلا. تمام? اه بس اه بالنسبة للصمام العوامة او اه هو باستخدمه امتى? باستخدمه عشان اه في حاجات انا بكون عايز المية تقفل يعني لو المية قلت عن منسوب معين يفتح في المية تخش. لو المية اه وصلت لمنسوب معين لو الخزان بتاعي اتملأ او الحاجة دي اتملت. فخلاص اقفل. وخلاص لحد ما يقل تاني. ايه الحاجات اللي انا بستخدم فيها او الخزانات المية والسناديق الطارد. زي ما اتفقنا انه انا بقى عايز المية توصل لمنسوب معين. بعد كده اقفل. بعد كده خلاص لما استخدم المية اللي موجودة في الخزان. تقل شوية. فيفتح في المية تدخل. تمام? ايه نوع الفولف اللي بعد كده? سمام الامان. سمام الامان ده اه وظيفته تقليل حدة الاختلاف ضغوط المفاجئ عن الحد المسموح به. يعني ايه الكلام ده? زي ما اتفقنا من شوية انه في حاجات ممكن تحصل اي بقى سادن دروب او اي حاجة خرجة عن ارادتنا. اي حاجة ممكن احنا عملناها بدون قصد ايه ان الحاجة تخليلي فيه فرق ضغوط مفاجئ حاصل. ففرق ضغوط المفاجئ ده ممكن يخليه يدمر لي الشبكة كلها. فبركب حاجة اسمها السيفتي فولف. ده وظيفته انه هو لما يحصل الضغط المفاجئ ده يقلل حدته. يكنتروله شوية. عن الحد المسموح به يعني عن الحد اللي الشبكة تقدر تستعمله من غير ما يحصل خراب او الدامج او المشاكل المشاكل تكون اقل. اه بيتركب فين? في الغليات وسطونات المياه وبعض شبكات التغذية. اه تمام? المحبس اللي بعد كده اللي هو او المحبس الجزرة ده مديلك معلومة عن شكله ان هو مخروطي مفقوم بستخدمه في التحكم في كمية المياه المرة. وده يعني لو ده اول نوع نتكلم فيه ليه علاقة بالتحكم في كمية المياه. الجيت فولف يا اما بستخدمه يا اما يكون مفتوح يا اما يكون مقفوض. اقدر اقفل منه مثلا فرعة او اه يعني جزء من الشبكة بس ما اقدرش اتحكم فيه في كميات المياه اللي اتعدي قد ايه? انما ده لا ده ممكن اخليه نص فتحة ربع فتحة. على حسب انا عايز المياه اتعدي قد ايه? ايه مميزاته? مميزاته اللي انا ممكن استخدمه في المياه في التغذية في المياه السخنة او البردة او حتى البخار او الغازات فهو موجود واسع استخدامه جدا. طب ايه عيبه? ان هو سريع القفل. فاكرين هلما قلنا ده لازم ان هو يقفل ويفتح بالراحة عشان الضغط. ده بقى بالاسف الاسف بيقفل يفتح بسرعة جدا. ويثبب حاجة اسمها ضغط المطرقة. ده اللي هو الووتر هامر. ده زي ما زي برضو ما اتكلمنا من شوية ان هو فرق الضغط المفاجئ ده ممكن يعمل حاجة اسمها ووتر هامر ودي اه كأن الفلو حتى لو هو مش مش اعلى كتير بس الضغط اللي معاها بيكون عالي فممكن الشبكة بوز. فلازم اخلي بالي لما احط حاجة زي كده اكون ده يعني مغدف اعتباري اللي اقفل بسرعة او ايه اللي هيحصل او الرعي ده يعني. اه سمام المنظم للضغط. اه ايه وظيفته ان هو يتحكم في زيادة الضغوط زي ما يعني تقريبا ده وده ده بيقلل اغتلاف الضغوط المفاجئة بس ده ده بيتحكم بقى في الضغط ده. اه عشان زي ما اتفقنا نراعي الحاجات المتركبة. الضغط بتاعها ما يزيدش من حد معاين عشان الشبكة ما تنفجرش او ما تبص. اه امتى بستخدمه? لو عندك ضغط الشبكة زاد عن خمسة ونص كيلو جرام للسنتيميتر كيوب او للسنتيميتر تكعيب. اه لازم تحط اه صمام منظم. اه لو المباني اللي عندك فيها ارتفاعات عالية او فيه مناسيب مختلفة لنفس المبنى. يعني المبنى الانشاء بتاعه موجود على مناسيب مختلفة لازم تحط اه صمام منظم الضغط. طيب ايه طرطات التركيب بتاعته? لازم يتحطه في قوضة خاصة الوحدة. قوضة غرفة كده بتاعته لازم يتركب فيها. اه وفيه امتى باستخدمه? في الاماكن الموضحة في الرسومات. يعني انا مليش دعوة يعني مش بيتحط كده وخلاص. لأ ده بيبقى فيه وما تدروس. اه ايه? هحطه فين? او الاماكن اللي مفروض يتحط فيها فين? يعني ما بيتحطش كده وخلاص. فلازم لو هو موجود في اللوحة. انه هو يتحط هنا فلازم يتحط. لا غنى عنه. لان اكيد الديزاينر واحد ستبوره شوية حاجات عشان كده حطه. بس ده دي حاجات باختصار ايه? انواع الفولفز اللي عندك وايه اه وتستخدم كل واحد امتى? تمام? ايه التكملة بتاعت الجزء ده? اه استخدمات المحابس في ايه? زي ما اتفقنا ان في محابس بتقفل وتفتح. فان انا اقفل الوفتح ده معناه ان انا ممكن احطه لو هو موجود على فرع. على فرعة واحدة يعني. اه هقفله. او ان انا لو حطته على اول الشبكة فخلاص لو قفلته بانا كده اتحكمت في الشبكة كلها. ايه ما احطه على فرع? ايه ما احطه على الشبكة? فممكن اقفل ده واقفل ده. معادل الطغوط الموسير ده زي استخدام المحبس الامان ومحبس اه بتاع الضغط. التحكم في سريان الماء في اتجاه واحد دي الميزة اللي انا فيها او المحبس الرداخ. اه التحكم في منسوب المية دي زيها نفس الفكرة بتاعت التحكم في كمية الفلو او كمية المية اللي هتعد. اه تصريف الهوى من داخل الشبكة ده في نوع تاني بس هوا مش موجود معاكم اسمه اسمه ده وظيفته ان انا المفروض الشبكة بتاعتي لما لما زي ما قلنا من شوية في الجزء ده اللي هو لما المية ان انا المفروض لما اخد اخد بالي اقفل وافتح بسرعة واحطه اه 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 هنا اه لما يتمني الخط تدريجيا بيكون فيه هوا طب الهوا ده المفروض يخرج. فبعمل ايه? باجي عند النقط العالية لو المسورة بتاعتي مثلا شكلها كده وفي بمب هنا بتزق المية. الحتة دي الحتة دي عالية. فباجي هنا ومركبها ده بحيس ان الهوا لما لما المية تمشي. تيجي عند الحتة دي الهوا يخرج والمية والمية تكمل. تمام? فده ده استخدام تاني مش معاكم بس مش مشكلة. اه قدينا فهمناه برضو. حاول تفهم اكتر ما تحفظ يا ريت عشان تسهل الموضوع على نفسك لان كمية الحفز كده هتكون كبيرة قوي عليك. اه التحكم في معدل السريان السباق المرة فيها. ده زي ما قلنا ان في حاجات انا بتحكم فيها معدل السريان اللي هو الفلو. اه فده وده تقريبا نفس الحاجة. بس دي دي استخدامات المحابس. ايه اشتراطات العامة لتركيب المحابس? زي ما اتفقنا ان هو لازم يتركب المكان المناسب حسب وظيفته. و جميعا دي بقى خلينا نقول ان هي حاجة شبه اه بتسهل لي الكنترول. يعني ايه? يعني لو انا مسلا عندي اه مسورة كده. المسورة دي انا سحبت منها مسلا هنا بغزيت حاجة. وهنا غزيت حاجة وهنا غزيت حاجة. تمام? طيب. انا قدامي كزا حاجة. انا ممكن اقوم ركب محبس واحد هنا مسلا. المحبس ده لو انا قفلته عشان مسلا لوحاء لو الجهاز ده حصل فيه عطل وانا قفلت ده. كل الاجهزة التانية اعطيتها. فاعمل ايه? احط واحد على الفرعة الكبيرة. احط واحد على كل جهاز عشان اسهل على نفس الكنترول. لما يجي ايه حصل عطل في الجهاز ده? محتاجش ان انا اقفل كل اجهزة معي. اقفل ده الواحد وعشان ده بس اللي هتصل بس اه ده ده كده خلاص ده ده كده كل اللي انت مفروض تعرفه. هيتبقى بس ان انت تكون عارف اه اه الاسئلة بتجي ازاي? او ايه الاسئلة اللي في الشيط تخص الموضوع ده? اه ممكن يقول لك اذكر استخدامات المحابس وانواعها او اذكر وزائف الصمامات وانواعها. اه الاستخدامات زي ما شرحناها هي هي نفسها هي? الانواع بقى انت مش لازم تكتب لي كل الحاجات اللي تحت كل نوع. لأ انت ممكن بس تكتفي باسم النوع. وهنت بسيط عنه او ايه بيتركب فين او يعني اللي انت تفكره عنه بتكتبه قوي وفضل ان انت تكتب الوظيفة بتاعته. تمام? اه لو قالك بقى تكلمي عن نوع معين. البوايبة مثلا او اي حاجة. لأ تكتب لي بقى انت مضطر تكتب لي كل اللي تحتيها. يعني لو قالك تكلم عن محبس البوايبة تتكلم عن كل ده. تمام? ايه تاني? اه اذكر استخدامات اه 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 محبس العوامة والامان والجزرة ده ده تكتب بقى لانت عرفه عن كل واحد فيهم. انا ما اكتبتاش لانها هي تقريبا اول حاجة خالص. اه الهدف من تركيب الصمامات ده غير لما يقولك اذكر الفوايد او الاستخدامات. ده منظم مرور المياه في المواسير او اثناء اجراء التجارب او الاحلال والصيانة زي ما اتفقنا. اه يعني كل واحد بتحط في مكانه حسب وظيفته بحيث ان هو يسهل لي ده. يعني انا في الاخر الغرض من كل ده ان انا عايز اوصل لده. اه تمام? اه اذكر الفرق ما بين نوع الصمامات المرتدة زي ما قلنا ان هما نوعين الزنبوركي والمرتدة ده للمواسير رأسية والافقية. اه ما هي اماكن تركيب الصمامات? اه ما اشترطات التركيب الصمامات? اه بس هو هي الاسئلة غالبا بتبقى ان انت حافظ وبتسمع. بس انا اللي انا بحاول ان انا اوصله لك ان انت لما تحفظ حتى تبقى تحفظ وانت فاهم شوية. اه اتمنى تكونوا استفدتوا شوية حتى وعامة ما تقلقوش. اه ان شاء الله الامتحان مش هيجيه صعب يعني. اه وزي ما اتفقنا انت لو حافظت او الاجابات بتاعت اسئلة الشيطات التلاتة او الشيتين اللي فاتوا. اه مع السكشن الاخير اللي احنا ادناه فكده ان شاء الله مش هيكون في مشكلة. اللي احنا هنحاول ان احنا نكمله بعد كده ان احنا بس نوضح شوية حاجات لو في حاجة مش واضحة او كده في الجزء النظري القديم. اه بس لو انا معيكم لو في اي استفسارة او اي حاجة هممكن تبعتولي او تبعتولي للدكتور مفيش اي مشكلة. بس.